اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن القدرات والإمكانات التي يمتلكها أبناء مملكة البحرين لحظ المناصب والمراكز القيادية على المستويات العربية والإقليمية والدولية تؤكد نجاح وتميز الاستراتيجيات الوطنية الطموحة تجاه النهوض بالشباب واللاشئة جاء ذلك لخلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى صباح اليوم للطالب رتاج إبراهيم العباسي بمناسبة فوزها برئاسة البرلمان العربي للطفل في دورته الثاني وحيث هنأ معاليه الطالب رتاج العباسي بنيل هاتقة أعضاء البرلمان العربي للطفل ومؤكدا أن فوزها بهذا المنصب وحصولها على نسبة 52% من الأصوات في الانتخابات التي تمت عن بعد يعتبر إنجازا مشرفا لمملكة البحرين ومنوها بالدور الذي يطلع به البرلمان العربي للطفل في ترسيخ مفاهيم ومبادئ الحوار البناء لدى الأطفال وجعلهم قادرين على بحث ومناقشة الموضوعات المهمة للشباب والناشئة ومؤكدا أن لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس على أتم الاستعداد للتنسيق مع البرلمان العربي للطفل في الموضوعات المشتركة اشتركوا في القناة